طلاق الجيش هيكون فيها بدر بنون ومحمد شناو وعلي لطفي ومصطفى الشوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهرباء وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وعيمان أشرف وحسين شحات وعمر السلاة وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشا وعلي معلون وناصر ماهر ومحمد وحيد وأكرم توفيق وطير محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني سيئا علشان أخد فاصل واستقبل طبعا إبراهيم سعيد ومحمود أبو الدهب وثماني رفض التعاقد مع حسام حسن الأهل توصل الاتفاق لفسخ طبعا عقد جيرالدو طبعا وفي لسه الغيط دلوقتي محاولات لإنهاء صفقة سيرينو وإن كان فيه مطالبة كبيرة يعني مبلغ مالي كبير الأهل بيعلن استمرار إيجابية مسحة وليد سليمان وعليو ديانج وأحمد ياسر ريان جلسة بين لجنة الكرة وفي الزمالك ووكيل فرجاني ساسي لحسم تجديد عقده بالمناسبة برضو أنا أقولت لكم الكلام ده وتمبارح إن فرجاني ساسي كان المجلس السابق مخلص اتفاقه مع هاني سعيد مدير الكرة أو المدير الرياضي في نادي بيراميدز بانضمان فرجاني ساسي البيراميدز مقابل 2.5 مليون دولار ده للنادي ومليون ونص دولار للعب وبالتالي أصبح نادي الزمالك خلال المفاوضات دلوقتي مطالب إنه هو طبعا اللاعب كان جاهله مليون ونص دولار فبالتالي مطالب إنه هو هيدفع للعب ما يقرب من المبلغ دوت هنشوف المفاوضات هترسى على إيه هل فرجاني هيستمر مش هيستمر ده كان من ضمن العروض اللي تلقاها اللاعب طيب لجنة الكرة برضو يعني بتأيد رحيل باشيكو لكن طبعا اللجنة المؤقتة بالطالب باستمراره وهي دي الأزمة اللي موجودة جوانات زمالك وزير رياضة طبعا راح نتزمالك ودعم اللجنة المؤقتة روء لعب محمد أشف روء طبعا تعرض أو تعرض لأطع فيه الرباط الصليبي أو أطع جزئي فيه الرباط الصليبي أمير عادل تواجد فيه مقر نتزمالك لإنهاء طبعا الصفقة بشكل نهائي طريق حمد هيقضي أجسته في الإمارات أزمة طبعا فيه دلوقتي ما بين أحمد فتوح الطلب رحيله أو عارته وما بين زمالك طبعا هو خايف أنه ما يلعبش وفي نفس الوقت إدارة نتزمالك أو لجنة الكرة في نتزمالك شايفة أن لابد من التواجده علشان ما يكررش الحصل طبعا العبيد طلاعي الجيش بيخضعوا لمسحة كورونا طبعا استعدادا لمباراة نهاية كاس مصر أمام النادي الأهل شكرا